سؤال هو مصر تلقت فلوس معونة من الاتحاد الأوروبي حتى تستطيع إنها تمد الإقامة في القتلات أو تبعت الأوكران على الطيارات المصرية على حسابها؟ لا في دول كتير بصرف النظر من هي الدول في أحيان كثيرة زي ما حصلت الأزمة السورية على سبيل المثال خدوا من اليوروهات مليارات يعني في دول تلقت فوق الخمسة مليار يورو علشان تستقبل اللاجئين السوريين هنا بقى المعاملة كانت حالوة المعاملة وحشة ده حدوتة تانية لكن مصر الحقيقة ما استقبلتش سنته واحد ومش عاوزة ومش فارق معها مصر بتتعامل بمجموعة من المبادئ الثبتة التي لا تحيد عنها دي مصر تبقى الليمانيتون السمنودي هذا المؤرخ العظيم يعني اللي ظهر في العصر البطلمي اللي هو مقره حاليا منطقة أو يعني ظهر فيه مدينة سمنود كما نعلمها نعلمها الآن وفيه متحف صغير كده ليه أتمنى أنه يبقى متحف كبير ومهم ويتحول لوحدة من أكاديميات أكاديميات المهمة والكبيرة في الدنيا لدراسة علم المصريات أو الإيجيبتولوجي لأن مانيتون ده مهم جدا 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 بس مش ده موضوعنا فمن أول ما مانيتون أو تبقى مانيتون أرخ لمصر أنها دولة دولة بمؤسسات وجيش بقى لها النهاردة أكتر من 8,260 سنة حلو؟ طيب وارجع لدكتور واسيم السيسي كمان لو حبيت يعني المهم يا سيدي في 8,000 سنة دول مصر ولا مرة حادت عن هذا المبدأ ألا وهو أنه الإنسان قيمة تحترم وبالتالي مصر لما تستقبل زمان إخوانا من العراق دون قيدا أو شرط مصر لما تستقبل إخوانا من سوريا دون قيدا أو شرط مصر لما تمدد ضيافة ضيافة الأوكران في الأوتلات أو في الفندق المصرية على حساب الدولة دون قيدا أو شرط مصر لما تاخد إخواتنا في الإنسانية الأوكران علشان يرجعوا إلى بلاد قريبة من وطنهم الأم تبقى لاختيارهم بالمناسبة يعني على حسابها دون قيدا أو شرط دون أن تطلب دون أن تتسول دون أن تمد اليد مصر بتعمل ده فقط لأنها مؤمنة بقيمة الإنسان ودي حاجة مهمة جدا لازم حضرتك تبقى شايفها وحاطت بس عينك عليها وعد تصور هو فيه كام ألف أوكراني هيكلفه الدولة قد إيه ما بين إقامة وصفر القصة مش في الفلوس القصة في المبدأ ودي حاجة مهمة القصة في المبدأ هضرب لك مثل قد يكون مش هو حضرتك راجل معك إرشين في جيبك مهم مش كتار وصدفت شخص يحتاج شيء ما شيء ما ملح فليكن دوى مهم جدا لحياته فلتكن شربة ماء فلتكن أكلة ماء فحضرتك تكتشف أن تكلفت ده تقريبا نص اللي في جيبك مثلا ربعه أيا كان أنت في احتياج لكل مليم لكنك لا تبخل على هذا الشخص وبتديله فلوس هو أنت منتظر يردها لك لا مديهاله على سبيل السلفة لا مديهاله علشان يمكن يقف جنبك قدام لا أنت تبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى أنت تحترم الإنسان لأنه ربنا وصاك باحترام الإنسان الإنسان بنيان الله لعن الله من أفسد بنيانه دي حاجة موجودة جوه الوجدان والعقل المصري طول الوقت وده اللي عملته مصر في هذه الأزمة طيب